عملية عسكرية جديدة تنطلق غرب مدينة تعز في خطوة من شانها تغيير المعادلة على الأرض في المحافظة هذه العملية التي تشرف عليها قيادة المحور وبمشاركة عدد من الألوية تهدف إلى تحرير العديد من المواقع من قبضة ميليشي الحث والمخلوع صالح نجاح هذه العملية قد يسهم في رفع الحصار عن أجزاء من المدينة وتامين المناطق المحررة الأمر الذي قد يساعد في التخفيف من المعالاة التي يعيشها السكان هناك قيادة محور تعز أكدت تمكن الجيش الوطني بعد معارك عنيفة من التقدم في مناطق وادي حنيش ومدرات وحي الجزارين ومنطقتين الرجمة والهنجر الوقعتين بالقرب من مصنع السمن والصابون غرب المدينة تكبدت خلالها الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح وبالتزامن مع المعارك على الأرض شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع الميليشيا بالقرب من مصنع السمن والصابون وتبت الضنين غرب المدينة وبالنظر إلى الأهداف المعلنة للعملية العسكرية غرب تعز يرى مراقبون أنها تاتي إثنادا لعملية أخرى يخوضها الجيش الوطني في مدينة المخى وبالتحديد حول محيط معسكر خالد الذي يشهد معارك عنيفة منذ أشهر في مساعي لاستكمال تحريره ترجمة نانسي قنقر